إلى موريتانيا حيث قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة خوان منديز قال إنه أبلغ من قوات الأمن الموريتانية بوجود أماكن اعتقال سرية تستخدم في بعض الأحيان لحجز المتهمين في قضايا الإرهاب مضيفا أن هذا الموضوع يعد سابقة خطيرة وقال بأن العديد من السجناء ممن تحدث إليهم داخل السجون الموريتانية يأكدوا تعرضهم للتعذيب وهو أمر اعتبره مؤشرا سيئا في هذا الخصوص وأعلن مقرر الأمم المتحدة أن عدد نزلاء السجون الموريتانية لا يتجاوز ألفي نزيل وضف أنه مع ذلك يعيش أغلبهم في ظروف لا إنسانية ويعملون بصورة قاسية